بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب السنوات العامة معادي النهاردة في حالة كيميا الجميلة بإذن الله تكملة للتحليل الكيميائي بواسطة محلول كولوريد البريوم تحليل كيميائي كيفي وصفي نوعي لأنيونات كولوريد البريوم قبل ما نبدأ طبعا يشرفني أن أكون مع الأستاذ سامي أهلا بك السلام الحلقة اللي فاتت احنا كلمنا مع بعض على كاتيونات ولا أنيونات أنيونات الأحماض اتعرفنا مع بعض على أنيونات حمد الكابريتي كتجارب رئيسية وتجارب تأكيدية المهاردة هنتابع مع بعض ونشوف كولوريد البريوم معنا أنيونات الفوسفات وأنيونات الكابريتات عاوزين نسأل هنا كولوريد البريوم بيكشف عن الكابريتات والفوسفات طب ليه قلوا ريدي عشان بيكون راصف يعني كل الشغل بتاعنا هيباع عن طريق الراسف هو إيه اللي حصل إن الأول أنا تأسيمة الأحماض عندي أحماض غير ثابتة اللي هي مجموعة اللي فيها الكربونات والبيكربونات والكابريتيت والسيوكابريتات والكابريتونة ده بنحل فيها والمجموعة التانية اللي هو وإتش سي إل وإتش بي آر وإتش آي وإتش آي وإتش إن أسري بكشف عنهم بحمض الكابريتيك للأحماض السابتة يبقى أنا عندي فيه أحماض غير ثابتة بكشف عنها بالمتوسط كويس وفيه عندي أحماض متوسطة بكشف عنها بالثابت كويس طب الثابت ده بقى نطرده بإيه يبقى هنا الكابريتات والفوسفات لا تتفاعل مع إتش سي إل ولا إتش توسف يبقى ده أفضل كده بقى القعدة ومع ذلك بيتكون رواصب مع كلوريد الباريوم والرواصب دي بتبقى مميزة إما بألوان أو بزوابان في أحماض مخفافة أو مركزة ناخدها بالراحة كده هنبدأ أول حاجة مع الفوسفات أنا بعمل إيه بجيب الملح المجهول بتاعي واعمل منه محلول واضف له محلول كلوريد الباريوم قدامي احتمالين لو ديه نراصب أبيض يزوب في حمض الهايدرو كلوريك المخفف يبقى ده ملح فوسفات يزوب يزوب يبقى ملح فوسفات لو ديه نراصب هنا أو أبيض يزوب يبقى ده فوسفات لو ديه نراصب أبيض لا يزوب في أحماض المخففة يبقى ده كبريتان جميل يبقى أنا عندي المجموعة الأولانية هيديني راصب أبيض راصب إيه؟ أبيض ماله بقى يزوب في الأحماض المخففة زي مين كده؟ زي حمض الهايدرو كلوريك يبقى على طول الملح بتاعي ده إذن الملح بتاعي ده أو الشق الحمضي فوسفات طب لو ديه نراصب أبيض بس لا يزوب في الأحماض لا يزوب في الأحماض ديه نراصب أبيض لا يزوب في الأحماض إذن الملح بتاعي ده أو الشق الحمضي ده عبارة عن إيه؟ كبريتان يبقى أنا عندي مجموعة كلوريد البريوم بأعمل إيه؟ بجيب محلول الملح واضف له محلول كلوريد البريوم لو ديه نراصب أبيض يزوب في الأحماض المخففة زي حمض الهايدرو كلوريك يبقى الشق الحمض اللي أنا بدور عليه ده فوسفات لو ديه نراصب أبيض لا يزوب في الأحماض المخففة زي حمض الهايدرو كلوريك يبقى الشق بتاعي ده إيه؟ كبريتان ديه التجربة الأساسية ديه التجربة الأساسية من الحلقة اللي فاتت عاوزين ننصك نطرات الفضة مهم جدا نطرات الفضة مع الفوسفات بيظهر راصب لونه أصفر بس ده بيدوب ولا ما بيدوبش بيدوب في محلول النشاد لكن لما كان مع اليوديد اده راصب أصفر لا يزوب في محلول النشاد أما مع التجربة التأكيدية للكابريتات برجع أستخدم السيتات الرصاص السيتات الرصاص مع الكابريتات هتكون راصب أبيض خدناه قبل كده مع الكابريتيد كان بتدي راصب ايه السود تعالوا نبدأ الحلقة بتاعتنا بتفاعل كلوريد البريوم مع فوسفات الصوديوم عندي فوسفات الصوديوم اللي هو الـ Na3 BO4 ده فوسفات الا الصوديوم هفعله مع كلوريد البريوم اللي هو الـ BACLA2 بACLA2 ايه لا يحصل تبادل مزدوك دول محالي الأملاح هيحصل بينهم تبادل مزدوك هيدينا NaCl لأن عند الصوديوم هيتحد مع ايه آينات الكولوريد السالبة هيدينا الكولوريد صوديوم زائد الـ BA3 BO4 الكل كام الكل اتنين وده عبارة عن راصب ابيض لا يزوف الـ يزوف الـ يزوف الـ الفوسفات هو اللي بيدوب ها يبدأ بيزوف الـ في الاحماد يبدأ يبدأ عبارة عن ايه راصب ابيض يزوب في الاحماد المخفف راصب ابيض ايه نبين الوزن باس نوزن المعادلة بتاعتك انا لو جاي ببسط لمجموعة الفوسفات هنا هل هي فيه عندي ايه اتنين ليس بحط هنا بره اتنين الباريوم هنا عندي كام ماشي كده تمام الابريوم هنا عندي كام مول تلاتة مول ليس بحط هنا برده كام تلاتة مول بقى الصوديوم اتنين في تلاتة بكام بستة يبقى حط هنا كم ستة مول كده بقت المعدة بتاعته الكلور طيب قبل التفاعل الكلور برضو نفس الكلام الكلور عندي هنا اتنين في تلاتة بستة وهنا برضو ايه ستة يبقى انا عندي بجيب محلول فوسفات السوديوم واضف له محلول كلوريد البريوم ايه اللي بيحصل بنقولها كده بالبلد كده الاتنين اللي جوبه بياخدوا بعض والاتنين اللي بره بياخدوا بعض او الايون الموجب من هنا بياخد الكلوريد السالب والايونات الموجب من هنا بتاخد الايونات الايه السالب فبيكون عنده راصب ابيض من فوسفات البريوم يزوب في الاحماض المخفف يزوب في الاحماض الايه المخفف دي التجربة الاساسية دي التجربة الايه الاساسية طب عايز اعمل تجربة تأكيدية عايز اعمل تجربة ايه تأكيدية استخدم اشهر تجربة تأكيدية موجودة عندنا اللي هو النطرات الايه نطرات الفض انا عندي نطرات الفضة هفعله مع مين فوسفات السوديوم ادي فوسفات السوديوم ني اي سري بي او فور هفعله مع نطرات الفضة اللي هو ال اي جي انو او سري اي جي انو اي سري نكتب المعادلة وبعد كده نوزن على المه احنا اتفقنا ايه ان السوديوم هنا ايونات موجب ومجموعة الفوسفات ايونات سالبة والفضة هنا ايوم موجب والنطرات ايونات سالبة ايه اللي بيحصل الموجب من هنا بياخد السالب من هنا والموجب من الملح التالي بياخد السالب فبيحصل عندي تبادل مزدوج بالشكل ده ايه اللي هيكون عندي هيكون عندي نطرات السوديوم اللي هو ال-NA-NO3 زائد ال-AG3PO4 AG3PO4 ده عبارة عن ايه راسب اصفر من فوسفات الفضة ده عبارة عن راسب اصفر من ايه فوسفات الفضة ده اللي بيدوب ده مواصفاته ايه بقى بيزوب في محلول النشادر وحمض النيتريك بيدوب في محلول النشادر وحمض النيتريك عايز اوزن المعادلة قبل ما سيب الايه المعادلة انا لو جيت بصيت لي السوديوم هلاقي فينا الثلاثة مول الثلاثة مول زره يبقى هنا ايه ثلاثة وعندي الفضة هنا ثلاثة يبقى احط هنا كمان كام ثلاثة كده المعادلة بتاعت بيت ايه بيت موزون يبقى انا عندي فوسفات السوديوم هضيف له نطرات الفضة هيدينه راسب اصفر من فوسفات الفضة يزوب في محلول النشادر وحمض النيتريك الله يفتح طب يا سيزر مضان كده شوفنا نطرات الفضة مع الفوسفات مع الفوسفات مش ممكن يقول لي كيف تميز بين يوديد الفضة وفوسفات الفضة يوديد وفوسفات تمام هم رغم انهما الاتنين نواتي سؤال جميل جدا ها ده ممكن يجيب هالي سؤال كده في الامتحاد يوديد الفضة اساسا راسب لونه اصفر ايوه وفوسفات الفضة اصفر زيه اصفر دوبه في محلول النشادر المركز مين اللي هيدوب فيهم الفوسفات ولا اليوديد الفوسفات يبقى اللي بيدوب في محلول الايه قلنا الفوسفات هيتدي يدوب في محلول النشادر المركز لكن اليوديد مش هيدوب في محلول النشادر المركز وممكن استخدم حمض النيتريك اللي بيدوب في حمض النيتريك يبدل فوسفات اللي ما بيدوبش يبدل ايه يبدل اليوديد لان فيه تجربتين مش تجربة واحدة ممكن استخدم محلول النشادر او ممكن استخدم حمض الايه حمض النيتريك المخفى قبل ما نشوف التجربة التجارب الأساسية والتأكدية للكابريتات احنا كده خلصنا التجارب التأكدية بواسطة نطرات الفضة نطرات الفضة مع الكابريتيت بتدي ايه؟ راصب لونه أبيض أسخنه أسود مع الكابريتيد تدي راصب لونه أسود مع الكولوريد راصب أبيض أعرضه للضوء يتحاول لما نفسيجي مع البروميد راصب أبيض مصفر أعرضه للضوء يتحاول إلى لون أصفر داكن مع اليوديد راصب أصفر لا يزوب مع ايه كمان الفوسفات راصب أصفر عاوزين نوضح التمييز بواسطة نطرات الفضة لكل هذه الأنيونات الليل خاصة بـ HCL خاصة بـ H2SO4 خاصة كمان بكولوريد البل هنشوف كده أستاذ سامي وضحنا السيد أنا عندي محلول الملح المجهول عندي هضف له محلول نطرات الفضة ماشي كده أول احتمال عندي هنبس نعمل ايه شكل كده ربنا يسهل وتباياه وواضح العملية أول احتمال عندي أن يديني راصب أبيض يسود بالتسخين يديني راصب أبيض يسود بالتسخين ماشي الاحتمال التاني أن يديني راصب أسود الاحتمال التالت أن يديني راصب أبيض يتحول إلى البنفسجي في الضوء يديني راصب أبيض يتحول إلى البنفسجي بس في الضوء والاحتمال اللي بعد كده الرابع يديني راصب أبيض مصفر راصب أبيض ايه مصفر يصبح داكن برضه في الضوء يصبح داكن في ليه في الضوء الاحتمال اللي بعد كده الرقم خمسة الخمسة يديني راصب أصفر من يوديد الايه الفضة الاحتمال الأخير ان يديني ايه راصب أصفر برضه طب ايه الفرق بين الأصفرين دول الأصفر بتاع اليوديد والأصفر بتاع الأصفر دا لا يزوب في محلول النشادر وحمض النيتريك ما بيدوبش في محلول النشادر ولا حمض لايه النيتريك طب وهنا يزوب في محلول النشادر وحمض النيتريك محلول النشادر وحمضprowad ايه النيتريك احنا ايه عملناها كده للمناها قدر المستطاع اتمنى ان ايه كده تبقى ايه واضحة يبقى انا عندي محلول الملح زائد محلول نطرات الفضة لو الدان راصب أبيض يسود باللون الأسود بقى لو الدان راصب أبيض يسود بالتسخين يبقى الشق الحمض اللي أنا بدور عليه ده كابري تيت بيه كابري تيت اه كابري تيت تمام لو الدان راصب أسود يبقى ده كابري تيد يبقى النطلات الفضة إدي تراسب لونه أبيض يسود بالتسخين كابري تيت لكن اسود مباشرة كابريتيد لو الدان راسب أبيض يتحول إلى اللون البنفسيجي في الضوء يزوب في محلول النشادر المركز ولا يزوب في حمض النيتريك يبقى ده عبارة عن كولوريد يبقى الكولوريد زار الكولوريد لو الدان راسب أبيض مصفر يصبح داكنا في الضوء يزوب ببطء في محلول النشادر المركز ولا يزوب في حمض النيتريك يبقى ده الشق ده بروميد لو الدان راسب أصفر لا يزوب في محلول النشادر ولا يزوب في حمض النيتريك يبقى ده يوديد يبقى ده ايه؟ يوديد معاش كده؟ ده عشان ده بيدوب ولا ما بيدوبش؟ اليوديد ده بقى مواصفاته ايه؟ انه لا يزوب في حمض النيتريك ولا يزوب في محلول النشادر ولونه أصفر ولون بتاعه أصفر لو الدان راسب أصفر بس يزوب في محلول النشادر ويزوب في حمض النيتريك يبقى ده على طول إيه؟ فوسفات يبقى ده على طول إيه؟ فوسفات يبقى نطلات الفضة كده ده ده مهم جداً عن ست أنيونات ست أنيونات أهم الكشف فيهم مع الفوسفات واليودين مع الفوسفات راسب أصفر هذا الراسب يزوب في حمض النيتريك وأيضاً يزوب في محلول النشادر مع اليوديد اللي بيحصل برضو بيبتدي يديني راصب أصفر بس هذا الراصب لا يزوب في محلول النشاد المركز يبقى أن طالعة الفضة تكشف عن كام أنيون ستة أنيونات تكشف عن الكابريتيد الكابريتيد كمان الكولوريد البروميد اليوديد الفوسفاد بعد كده ممكن ناخد السؤال اللي احنا قلناه من شوية ده بس عشان برضو نعلم الطالب يحلها ازاي يعني مثلا لو جال سؤال وقال لي كيف تميز بين كيف تميز تميز بين عارزيني بيانها خالص فوسفات الايه كيف تميز بين فوسفات الفضة و يوديد الفضة فوسفات و يوديد ازاي تفرع بين فوسفات الفضة و يوديد الايه الفضة انا بقول للطالب اعمل جدول بالشكل ده جميل تعمل ايه جدول بالشكل ده جدول بسيط جدا هنا هستخدم هكتب هنا الكاشف وهنا هستخدم هكتب فوسفات الفضة وهنا هكتب يوديد الفضة عشان اسهل لنفس الايه الشغل طيب الكاشف اللي انا هستخدمه ايه واحد ممكن يقول هستخدم محلول النشادر المركز كويس اوه واحد تاني ممكن يقولك لا انا هستخدم حمض النيتريك المخفف سيئة اللي رايحك خلاص كده هنفترض ان احنا نستخدم محلول النشادر الايه المركز فوسفات الفضة ايه اللي هيحصل يزوب الايه الراسب طيب وهنا يوديد الفضة لا يزوب الايه الراسب يبقى ممكن افرق بينهم ازاي ان انا اضيف محلول النشادر لو الراسب زاب يبقى ده فوسفات الايه الفضة الراسب مدبش يبقى ده ايه يوديد الايه الفضة طيب هنا ينفع اضيف حمض الكبريك المركز حمض كابريتيك المركز آه ينفع ينفع لو ضفت حمض كابريتيك المركز مع اليودين هيدي ومع الفوسفات مش هيد عشان كان دايماً أقول للطالب إيه أنت عندك أهم حاجة حسن استخدامك للبدائل يعني مثلا لو جيسه قال في الامتحان وقال لي كيف تميز بين نيتريت السوديوم ونطرات السوديوم كويس ده كتير فالطالب يبقى إيه حريف في الاستخدام شوف السهل لك واستخدمه يعني واحد يقول لك أضيف لهم هما الاتنين أضيف لهم حمض الهايدروكلوريك اللي يديني غاز أكسيد نيتريك عديم اللون داخل الأنبوبة ويتحول إلى أبخرة بنية حمراء وخارج الأنبوبة نتيجة الاتحاد مع الأكسوجين يبدأ النيتريت إذا لم يحدث تفاعل يبدأ نطرات لأنه مش هيدفاعل حمض الهايدروكلوريك أضعف من حمض النيتريت أيها الله يفتع عليك أو قريبين من بعض أو قريبين من بعض هما الاتنين أقريبا في السابات واحد بس مش يقدر يطلع 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 حمض النيتريت في تخلوبة تانية في واحد يقول لك إيه طب أنا إيه اللي خلينا نكتب حمض الهايدروكلوريك طب ما أنا أقول نضيف لكل منهما محلول برمنجانات بوتاسيون بنافسي جاي اللي يزيل اللون البرمنجانات يبقى دا النيتريت اللي ما يزيلش لون البرمنجانات يبقى دا لإيه النيتريت فعشان كده بقول للطالب أنت عندك حضرتك قلت اتنين كده اتنين ممكن حمض الكابريتيك حمض الكابريتيك بس اللي يكتب حمض الكابريتيك هيتورط في المعادلتين حلو قوي لأن حمض الكابريتيك هيددي معالي اتنين بس مش ياخد حمض الكابريتيك لوحده حمض الكابريتيك بقى مع مين مع كابريتات الحديد السنائية يعمل حلقة البنية مع النطرات ومش هتطلع مع إيه أو حمض الكابريتيك عادي يعني لو أنا حطيت حمض الكابريتيك هيديني أبخرة بنيا حمراء ولما ضيف خراطة النحاس تزداد الكسافة بس هيدين مع الأولاني كمان حمض الكابريتيك بيدين مع مجموعة مجموعة النيتريت فأنا دايما أقول للطالب أنت كل ما تبقى فنان في الاختيار بين البدائل وانت بتميز كل ما ده بيبايز سهلك الشغل بتاعك أنت بتكسب زمن كده في الامتحاد دلوقتي عاوزين نتعرف على أنيون الكابريتات بالكشف بكلوريد البريوم كلوريد البريوم مع كابريتات لو خدنا كابريتات السوديوم بيظهر راسب لونه أبيض راسب أبيض لو حبيت أتأكد من التجربة دي الكابريتات مع أستاتوروساس برضو هيظهر عندي راسب لونه أبيض يعني فيه تجربة رئيسية أساسية مع كلوريد البريوم للكشف عن الكابريتات وفيه تجربة تأكيدية بواسطة أستاتوروساس هنشوف كده التجربة الاساسية مع الكابريتات التجربة الاساسية ان انا بجيب محلول كابريتات السوديوم واضف له محلول كولوريد الايه البريوم بيحصل تبادل بين الايه الايونات احنا اتفعلنا ان السوديوم عبارة عن ايونات موجبة والكابريتات ايونات سالبة سنائية ولكن احنا بنقوله موجب وسالب والبريوم موجب والكولوريد ايه سالب السوديوم هياخد ايونات الكولوريد ويديني ملح كولوريد السوديوم والباريوم هياخد الكابريتات ويدينه راصب ده يبدأ عبارة عن راصب أبيض من كابريتات الباريوم ماله الراصب ده لا يزوب في الأحماض المخففة زي حمض الهيدروكلوريك أقول للطالب لما تذاكر على مهلك المعلومة بإيه سابت معك أهم حاجة كلام أما المعادلات دي كلها معادلات تبادل مزدوج أنت ما تتوهمش بيها سهلا كلها معادلات المعادلة من دولة تبادل مرة اتنين ودرب نفسها على الوزن هتلاقي العملية كلها تلمت بسهولة ده بالنسبة للتجربة الأساسية للتجربة الإيه الأجربة التأكيدية بأستات رصاص مع الكابريتات بيدي راصب أبيض يبقى دلوقتي أستات رصاص بيميز ما بين الكابريتيد والكابريتات مع الكابريتات بيكون راصب لونه السود مع الكابريتات هيكون راصب لونه أبيض نشوف كده التجربة التأكيدية للكابريتات بواسطة أستات الرصاص برضو كابريتات السوديوم هعمل منه محلول واعمل محلول أستاتل A الرصاص برضه هيحصل تبادل مزدوج هيديني أستاتل رصاص C-H-C-R-C-O-O-N-A أستاتل رصاص أستاتل A هفعله أفعل كابريتات السوديوم مع أستاتل رصاص هيديني أستاتل A السوديوم زائد كابريتات الرصاص اللي هو ال-B-B-S-O-4 عشان أوز ده عبارة عن راسب أبيض من كابريتات الرصاص أوزن المعادلة حط هنا 2A 2 مول ده عبارة عن راسب أبيض من كابريتات الرصاص زي ما حضرتك قلت ممكن يجي لي سؤال يقول لي كيف تميز بين كابريتيد السوديوم وكابريتات السوديوم هنكتبها كده هذه المعادلة بتاعتي أنا هكتبه على شكل جدول كده هنا عندي ده الكاشف اللي أنا عايزه وهنا عندي كابريتات السوديوم أو كابريتيد السوديوم N A 2 S وهنا كابريتات السوديوم N A 2 S O 4 ودي أحسن طريقة للحل إنك إنت تعمل جدول تميز آه في التمييز أفضل طريقة ماشي كده الكاشف اللي أنا هستخدمه هنا محلول أستات الرصاص هنا هيديني راصب أسود من كابريتيد الرصاص وهينا هيديني راصب أبيض من كابريتات الرصاص هو كاشف كده ميز بالإثنين يبقى أنا كده ميزت بالإثنين بس لو جالي سؤال زي ده لازم بقى معادلات لازم بالمعادلات أنا هكتب المعادلة برضو دايما نقول للطالب لما تيجي تكتب المعادلة اكتب المتفاعلات في سطر ويعمل سهم والنواتك في السطر التحتية عشان ما تكربسش الدنيا كل مورقة الإجابة بتاعتك تكون منظمة وتبقى الإجابة ريئة كده يبقى إيه ده انت كده بتأخد دركتك وانت ايه ممتن والرجل اللي بيصح لك تبقى ممتن منك كده بقى احنا خلصنا من أنيونات الأحمد هنجري بسرعة على كاتيونات القلويات القواعد الكشف عن القواعد او الشكوك القاعدية اكثر تعقيدا من الكشف عن الشكوك الحمدية ده سؤال أقال ليه لكسرت كتير كسرت المركبات القاعدية وتداخل المركبات القاعدية او العماصر القاعدية الفلزية في اعداد تأكسدها هما ست مجموات ست مجموات يعني لو ساقلوا سؤال في الاختيارات عدد المجموات القاعدية او الكوشف القاعدية كم مجموعة جاب له أربعة وستة هيختار ستة بس هن distinguish كم مجموعة تلاتة بس اه اربعة مجموعة المجموعة الاولى الده كده إيه الكاشف لكن تلاتة حضرتك تقصد بالنسبة للمعادلات لكن أنا عندي أربع مجموعات عندنا المجموعة الأولى لازم أعرف الكاشف والراسب والكاتيونات التانية والتالتة وكمان أعرف الخامسة عندنا وفيه كمان كاشف جافة النهاردة هنتعرف عليه المجموعة الأولى أنا بس عشان برضو الطالب يربط معايا أنا الملح المجهول هفترض أننا ريسيت على أنه هو كابريتات حلو أولا أنا عرفت أن الملح อะไร هي كابريتات الجزء الثاني من الشغل أنا عايز أعرف هو كابريتات إيه كابريتات فضة ولا كابريتات نحاس ولا كابريتات ألمونيوم ولا كابريتات حديد اثنين ولا كابريتات حديد ثلاثة ولا كابريتات سوديوم يبقى أبدأ أدور على مين على الشقق إيه القاعد طب إيه أساس الشغل أساس الشغل قابلية الزوان في الماء أنا دايماً بدور زي ما حتى تك قلت إن الشقوق القاعدية كتير طب أنا هبدأ أقسمه الى مجموعات على اي اساس على اساس الرواسب يعني مثلا انا عندي الفضة والزئبق الاحادي فضة احادي وزئبق احادي والرصاص السنائي التلاتة دول اللي هو المجموعة الاولى بيترصبوا على هاية كولوريدات طب انا عشان ارصبهم على هاية كولوريدات بحط لهم الكاشف بتاع HCL عشان ياخدوا الكلور كل واحد ويترصب المجموعة دي كده الباكتج ده كده على بعضه بيترصب على هاية كولوريدات اعملهم مجموعة مثلا عند الالمونيوم والحديد اتنين والحديد تلاتة دول بيترصبوا على هيئة هيدروكسيدات اجمعهم مع بعض في مجموعة يبقى الكاشف بتاعهم هيدروكسيد الايه الامونيوم يبقى انا لازم في كل مجموعة لازم اعرف الكاتيون اللي بتكشف عنه الراصب بتاعه على هيئة ايه والكاشف اللي انت بتستخدمه ايه هنمسك اول حاجة المجموعة التحليلية الاولى بكشف عن مين بكشف عن كاتيون الفضة الاحادية وبعد كده الزئبق الاحادي والرصاص السنائي دول كلهم بيقى دول كاتيونات بيترصبوا على هيئة ايه على هيئة كولوريدات يبقى الكاشف بتاعي هيبقى كويه حمض الهايدروكولوريد طب ليه بدول بكشف لهم ليه باستخدم لهم او ليه بيترصبوا على هيئة كولوريدات لان كولوريدات كاتيونات المجموعة التحليلية التانية لا تزوف في الماء يبقى الشغل بتاعه الاساسي عدم الزئبقان في ليه؟ في الماء لما تكوين راسب كوينة راسب يبقى كده ما بتدومش فيه في الماء يبقى المجموعة التحليلية الاولى الكاتيونات فضة احادي ثم الزئبق الاحادي الرصاص السنائي تترصب في صورة كولوريدات يبقى الكاشف كولوريد الهايدروكولوريد او الصح حمض الهايدروكولوريد دي المجموعة التحليلية الاولى ما عندناش معادلات فيها المجموعة التحليلية التانية الكاتيون اللي هندرسه كاتيون النحاس طب يبقى الكاشف ايه والراصب ايه هنا لازم الكاتيونات بتاعت النحاس تبقى دايبة في وسط حمدي يبقى الكاشف بتاعها عبارة عن كابريتيد هيدروجين مع HCL الراصب على هيئة كابريتيدات يبقى كاتيون النحاس في المجموعة التحليلية التانية بيترصب على هيئة كابريتيدات يبقى دي المجموعة التحليلية التانية هكشف عن كاتيون النحاس اللي بيترصب على هيئة كابريتيدات الكاشف اللي انا هستخدمه كابريتيد غاز كابريتيد الهيدروجين في وسط حمدي انا بشتغل ازاي انا بجيب انبوبة اختبار وحط كابريتات نحاس واعمل منه ايه محلول وبعد كده اضيف له شوية حمد هيدركلوريك HCL عشان اخلي الوسط ايه حمدي وبعد كده بمرر عليه غاز كابريتيد الهيدروجين كويس هيحصل عندي هيكون عندي راصب اسود من كابريتيد النحاس مواصفاته ايه الراصب ده انه هو بيدوب في حمض النيتريك الساخر جميل بيدوب في حمض النيتريك المركز الساخر طب ايه هي المعادلة بتاعت التفاعل هنستخدم انا عندي ادي كابريتات نحاس C-U-S-O-4 اللونها ايه في السامة دي ازرق كابريتات النحاس اللي اللونها ايه ازرق بنعمل بها ايه محلول بتاعها كابريتات النحاس ده بنعمل بها حاجة كتيرة اول حاجة انه هو بيستخدم كمحلول فهلج كاشف محلول فهلج كاشف عن مرر السكر سكر الجليكوز اه ماشي كده جدتحول اللون الازرق الى اللون البرتقالي وبيستخدم كمبيد للفطريات في عمليات تنقية مياه الشرب كويس وبيستخدم كمبيد للحشرات جميل يمين لازم تربط يربط الله يفتع عليك الله يبارك كابريتات النحاس ده بستخدمه في ايه عرفنا مبيد للحشرات مبيد للفطريات اللي هي بننظف بها مية الايه الشرب كمان بيستخدم كمحلول فهلج بس هو هتقول لي فهلنج عالف وفهلنج بيب وفهلنج جيم لا هو محلول فهلنج اللي عندك هو هتلقبة هو محلول فهلنج طب قال بيه جيم ده في الجامعة ان شاء الله يبقى ده محلول فهلنج كابريتات نحاس لونه ازرق هذا المحلول بيستخدم للكشف عن سكر الجليكوز احنا دلوقتي بنعمل ايه بنكشف عن كاتيونات المجموعة التحليلية التالية عبارة عن ايه هيدينا اتش تو اصدقاء افعله مع غاز كابريتيد الهايدوجين في وجود وسط حمد من حمد لايه الهايدركلوريك هيدينه اتش تو اس او 4 حمد كابريتيك زائد راسب اسود من كابريتيد النحاس كابريتيد اه كابريتيد كابريتيد النحاس ايه الظروف كابريتيد النحاس ده لا يزوف في حمد النيتريك المركز اللي هي الساخن او يزوب في حمض النيتريك الساخن هم ما بيضوبش في الماء عشان كده رصب عشان كده بيترصب المجموعة التحليلية التالتة في الكواشف الجميلة اللي نقولها دي هي اللي فيها الشغل جميل جدا وعندنا بعض المعادلات السهلة قوي هي كاتيوناتها حديدوز وحديديك وألمونيوم ألمونيوم سلاسي حديد سنائي حديد سلاسي كل واحد منهم يظهر على هيئة رواصم معينة في صورة هيدروكسيدات يبقى ركاجب بتاعها عبارة عن هيدروكسيد أمونيوم محلول النشادة لو أنا ضفت هيدروكسيد الأمونيوم إلى محلول يحتوي على أيونات الألمونيوم يظهر راصب أبيض جيلاتين لو أنا استخدمت هيدروكسيد سوديوم وزودت هيدروكسيد السوديوم يختفي راصب في الكشف عن الحديد السنائي هضيف هيدروكسيد أمونيوم يظهر راصب أبيض هذا الراصب مع الوقت البسيط يتحول لأبيض مخدر مع الحديد السلاسي بيظهر راصب لونه بني محمر جيلاتيني من هيدروكسيد الحديد السلاسي تعالوا نفصل الكلام ده مع بعض بالمعادلات والكشف بالنسبة لكاتيونات المجموعة التحليلية الثالثة كاتيونات المجموعة التحليلية الثالثة وصدر رمضان عايزة مذاكرة بجدية وفي نفس الوقت الطالب ما يستهونش بها لأن دايما بييجي منه سؤال في الإيه؟ في الامتحاد عندنا المجموعة التحليلية الثالثة الكاتيونات بتاعتها الألمونيوم السلاسي والحديد السنائي والحديد السلاسي التلات كاتيونات دول بيترصبوا على هيئة هيدروكسيدات بيترصبوا على هيئة ايه هيدروكسيدات يبقى لازم اعرف انت تستخدم مين كاشف طبعا انا هاشتخدم الكاشف بتاع ايه هيدروكسيد الاموني ممكن يجيدي سؤال كده علل كاتيونات المجموعة التحليلية التالتة ترصب على هيئة هيدروكسيدات او لان هيدروكسيداتها لا تزوب في الماء او شعيات الزوابان في الماء خلاص كده والكاشف عندي هيدروكسيد حتى المعادلاتها سهلة من ناحية معادلة بسيطة اننا التجربة التأكدية هستخدم هيدروكسيد صوديم فنفس الناتج نفس وزن المعادلات حتى استخدمت هيدروكسيد امونيوم استخدمت هيدروكسيد صوديم نفس وزن المعادلات نفس اللون الراسب اللي طالع معايا هناخد كابرتات الالمونيوم هناخد كابرتات الالمونيوم AL2SO4 باي سري هفعله مع مين؟ مع هيدروكسيد الأمونيوم اللي هو NH4OH هيدروكسيد أمونيوم برضو هيحصل عندي تبادل ايه؟ تبادل مزدغ ايه اللي هيحصل؟ الآيونات الأمونيوم الموجبة هتاخد آيونات الهيدروكسيد السالبة وآيونات الأمونيوم الموجبة هتاخد آيونات الكابريتات السالبة هيبقى الناتج بتاعي NH4B2SO4 ده كبريتات الايه الامونيوم زائد A L O H الكل كام الكل تلاتة وده عبارة عن راصب ابيض جيلاتيني طب الراصب الابيض الجيلاتيني ده المادة ايه هيدروكسيد الامونيوم طب ظروف ايه بيزوف في الاحماض ويزوف في الصودة الكوي بيدوف في الاحماض وبيدوف في الصودة الايه الكوي طب انا عايز اوزن المعادلة المعادلة بتاعتي مش موزونة انا عندي هنا مجموعة الكبريتات هنا 3 يبقى حطي هنا كام 3 الالمونيوم عندي هنا 2 يبقى حطي هنا كام 2 بقى انا عندي الهايدروكسيد 6 يبقى حطي هنا كام 6 وزن المعادلة بسيط يعني مش ده اللي يعمل لك مشكلة وانت بتذاكر ده اداني كده اول كاشف اول راصب عندي راصب ابيض جيلاتيني من هيدروكسيد الالمونيوم يزوف في الاحماد المخففة وبيدوف في الصودة الايه في الصودة الكوي نعمل له التجربة التأكيدية مع الصودة الكوية التجربة التأكيدية مع الصودة الكوية مع الصودة الكوية لو خدته مع هيدروكسيد السوديوم كبريتات ألمونيوم بيظهر نفس الراصب اللي هو هيدروكسيد الألمونيوم راصب أبيض جيلاتيني لو أنا زودت كمية من هيدروكسيد السوديوم يختفي هذا الراصب لتكون مادة قابلة للزوابان تسمى ميتة ألمونيات سوديوم ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم هيدروكسيد الألمونيوم ده أنا هضيف له مزيد من هيدروكسيد الصوديوم يبقى أنا عندي هيدروكسيد الألمونيوم A L O H الكل تلاتة هفعله مع مين؟ مع ال N A O H يعني أنا هضيف المزيد من الصود ال A الكوية الطالب بقى هفكره بحاجة لأن فيه ولد طالب سألني هما اللي تنمش هيدروكسيدات هيتفعله مع بعض إزاي سؤال حلو لأن هنا عندك هيدروكسيد الألمونيوم ده متردد مادة مترددة فلو أنت أضفت له قلوي يستفاعل معاك إيه كحمض ولو أضفت له حمض يتفاعل مع إيه كقلوي يعني معهم معهم عليهم عليهم خير إن شاء الله بالعالمين هيدروكسيد الألمونيوم مادة مترددة طب احنا عندنا إيه المتردد تاني الخرصين والألمونيوم والأنتيمون والقصدير الأكاسيت بتاعتها كلها مواد مترددة أمفوترية أمفوتريك أسد يعني إيه أمفوترية؟ يعني متردد يعني إيه؟ تتفاعل مع الحمض كأنها قلوي تتفاعل مع القلوي كأنها حمض وفي الحالتين بينتج ملح ومي السؤال اللي هنا ده في غاية الأهمية السؤال علل بيجي للطالب يقول له علل يتكون راسب أبيض جيلاتيني ثم يختفي عند إضافة هيدروكسيد السوديوم بالتدريج إلى محلول كولوريد الألمونيوم فالطالب يقول له أستاذ انت مددناش كولوريد يا ابني كولوريد كابريتات كله سيان المهم إنه ألمونيومه بس كويس فهو هيقول لك كابريتات ألمونيوم إن شاء الله زي الموجود في ليه في الكتاب طب نشوف المعادلات بتاعتها مكتوبة المعادلة بتقول ليه إننا لما أضيف هيدروكسيد السوديوم إلى كابريتات الألمونيوم هيدينا راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألموني تمام راسب الأبيض الجيلاتيني بعد لما يكون لو أضفت له المزيد من هيدروكسيد السوديوم يبقى أنا بزود هيدروكسيد السوديوم كمية زيادة بيديني مركب في غاية الأهمية اسمه 100 ألمونيات السوديوم زائد 2 مور من الماء زائد الماء ميتة ألمات الصود أنه ماله بيدوف في المية عشان كده بيختفي الرسم عشان كده بيختفي ليه الرسم أنا لما جاوب السؤال ده في الامتحان أجاوبه كلامياً بس لا لازم أكتب المعادلات لازم أكتب ليه المعادلات بحيث أن أنا أخارج من الامتحان بتاعي وأنا مطمئن أن أنا اديت لي السؤال حقه رب نعفو أمان إن شاء الله رب العليه طب كده إحنا كشفنا عن الألمونيوم عن إيه الألمونيوم بواسطة الكاشف بتاع المجموعة التحليلية الثالثة اللي هو إيه؟ هيدروكسيد الأمونيوم محلول النشادر أكدنا بهيدروكسيد السوديوم ظهر نفس الراصب اللي هو هيدروكسيد الألمونيوم اللي بيختفي بالزيادة من المادة القلوية أو بيدوب في الأحماض لو جينا كشفنا عن الحديد السنائي أو الحديد السلاسي الحديد السنائي حديدوز مع هيدروكسيد الأمونيوم يبدأ يظهر عندي راصب أبيض مخدر أخدر بهت هو أبيض مع فترة من الوقت البسيط يتحول لأبيض مخدر أما مع الحديد السلاسي يظهر راصب لونه بني محمل نتعرف كده على المعادلات ونسمحها من أستاذ السنائي يبقى أنا عندي هعمل إيه؟ هجيب محلول خلي بالي بقى بالطالب بقى يعني إحنا لما كشفنا عن HCL الملح الصلب زائد HCL لما جينا في مجموعة حمض الكابريتيك الملح الصلب زائد إيه؟ هنا كله محاليل يتكشف عن الشقوق القاعدية لازم تقع عشان يقع لازم يكون كله إيه؟ محاليل فأنا بجيب محلول كابريتات الحديد 2 وفعله مع هيدروكسيد الأمونيوم نفس الكلام ده آيون موجب آيون سالب آيون موجب آيون سالب هيحصل تبادل للايه؟ ليه؟ الآيونات هيحصل عندي تبادل للايه؟ للآيونات إيه اللي هيحصل؟ مجموعة الأمونيوم الموجبة هتاخد مجموعة الكابريتات السالبة فهيديني NH4 باي 2 SO4 زائد وآيون الحديد السنائي هياخد مجموعات الهيدروكسيد الأمحادية فهيديني FE OH الكل كام الكل اتنين FE OH كل اتنين عبارة عن راصب أبيض أسيبه شوية بيتحول إلى إيه؟ أبيض مخدر يبقى كده هكقولي يتحول إلى أبيض مخدر الخضار بتاعه سيء كده شوية حتى في الكتب البراجة مكتوب ديرت جرين ديرت قذر آه يعني ولكن احنا بنقوله أبيض مخدر عشان نتلافى كلمة قذر ديه شوية فبنسميها ايه؟ راصب أبيض يتحول إلى راصب أبيض ايه؟ مخدر نوز المعادلة اي زوز المعادلة أنا عندي لنا آيون الأمونيوم 2 مول بحط هناك 2 مول كده المعادلة بتاعتبت ايه؟ موز أنا كده دي التجربة الأساسية بتاعت كبريتات الحديد 2 باستخدام هيدروكسيد الأمونيوم هيدينه راصب أبيض لا يزوف في الماء ولا يزوف في الايه؟ ويزوف في الاحماض يزوف في الاحماض طب عايز التجربة التأكيدية التجربة التأكيدية أسهل فالطالب أوقات يقول ليه؟ هو ينفع أستخدم تجربة تأكيدية في التمييز بدل التجربة الأساسية أه ينفع ما ينفعش ليه؟ يعني أنا مثلا مستسهل هيدروكسيد السوديوم خلاص خليك مع هيدروكسيد السوديوم يبقى أنا هستخدم هنا عندي كبريتات فإيه إس أو فور هفعله مع هيدروكسيد السوديوم اللي هو الـ N-A-O-H جي التجربة التأكيدية برضو تبادل مزدوج بين آيونات الملحين في المحلول فهيدينا إيه؟ كبريتات سوديوم N-A-T-O-S-O-Fور زائد الفإيه إو إتش الكل إيه؟ الكل اتنين وده عبارة عن إيه؟ نفس الوزن ما تغيرش راصب إيه؟ أبيض مخدر راصب أبيض إيه؟ مخدر ده كاتيون الحديد السنائي ده اللي أنا بقوله بقى يا أستاذ رمضان أنت يا طالب سنوية عامة ما تتخضش من المعادلات دي لأنه كلها معادلات بسيطة مش دي المعادلات اللي ترهبك ده يعني الطالب هو بيذاكر أهم حاجة أنك أنت كلام تقول يتصاعد غسة نيوكسي الكربون يعكر ماء الجير الرائق إذا مر فيه لفترة قصيرة إذن الملح كربونات أو بي كربونات أفرق بينهم إزاي؟ أضيف كابريتات الماغنيسيوم اللي يدينه راصب أبيض على البارد يبقى ده كربونات اللي يدينه راصب أبيض بعد التسخين يبقى ده بي كربونات المعادلات ده الجزء السهل من الموضوع أهم حاجة أن الكلام يبقى إيه؟ سابت في إيه في دماغي طيب كده إحنا كشفنا مع بعض عن الملح لأملاح الإيه أو كاتيونات الحديد السناعية أما مع أملاح الحديد السلاسية بيظهر الراصب المميز لها اللي لونه بني محمار هنفتك المعادلة من العناصر الانتقالية لما حبرنا أكسيد الحديد السلاسي هي هي المعادلة اللي معانا هناخد كلوريت حديد سلاسي ده لونه أصفر باهت مع الكشف بتاعنا هيدروكسيد أمونيوم هيكون راصب بني محمار لو خدتم مع هيدروكسيد الساديوم هيظهر نفس الراصب اللي موجود معانا نشوفها كده ونتعلم إزاي بنكتبها أنا عندي هجيب محلول كلوريت الحديد 3 وفعله مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم هيدين راصب جيلاتيني بني محمر والراصب ده عبارة عن هيدروكسيد حديد كام 3 عايز أوزن المعادلة وزن المعادلة بسيط جدا أنا عندي مجموعة الهيدروكسيد هنا 3 بحط هنا 3 كده المعادلة ايه؟ اتوزن عندي مجموعة الأمونيوم هنا 3 بحط هنا كمان 3 كده المعادلة بتاعت ايه؟ بقت بسيط واحد تاني يقولك عشان ما تهشي اعمل كده بالألم الرصاص اللي اتنين دول مع بعض واللاتنين اللي بره برضو ايه؟ مع بعض اللي اتنين سياد هم حاجة المعلومة تفلتش مني دي كده التجربة الايه؟ التجربة الأساسية التجربة التأكيدية التجربة التأكيدية ان انا استخدم من هيدروكسيد الايه؟ هيدروكسيد السوديوم نفس المعادلة انا عندي كولوريد حديد 3 انا عندي حرية شخصية فان انا افرق باما بهايدروكسيد الامونيوم ياما افرق بهايدروكسيد السوديوم اللي اتنين سياد كده احنا كشفنا عن المجموعة التحليلية الاولى مجموعة التحليلية التانية مجموعة التحليلية التالتة لازم تأكد انت بذكر على الكاشف الراصب الكاتيونات لو سألك كاتيون الحديد السنائي ده فين؟ في المجموعة التحليلية ايه؟ المجموعة التحليلية التالتة اللي تقسم دخل تبع المجموعة التحليلية التالتة ده بيتراصب على هيئة ايه؟ حديد سلاسي بأبوني محمر حديد سنائي أبيض مخدر ألمونيوم راسب أبيض جيلاتيني يزوب في الزيادة من المادة القلوية لو افتكرت أن هي الرصاص السنائي زئبك أحادي فضة أحادي المجموعة التحليلية الأولى لو كاتيونات النحاس مجموعة تحليلية تانية هنخش بسرعة دلوقتي على المجموعة التحليلية الخمسة فين الرابعة مش عندنا الخمسة فيها كاتيون الكالسيوم الراصب بتاعها في صورة كاربونات والكاشف كاربونات الأموني تعالوا نتعرف عليها ونسمحها من الأستاذ سامي اللي علمنا حاجات كثيرة الله يبركلك يا حبيبي المجموعة التحليلية الخمسة بكشف عن كاتيون النحاس الراصب على هيئة كاربونات لأن الكاربونات بتاعتها شحيحة الزبان في المياه الكاشف اللي أنا هستخدمه كاربونات الأموني طيب أنا هتعامل مع مين هتعامل مع كولوريد الكالسيوم هتعامل مع كولوريد الكالسيوم أدي CA CLA CLA هفعله مع كاربونات الأمونيوم اللي هو ال NH4 الكل اتنين CO3 اعمل من ده محلول واعمل من ده محلول اللي هو كاربونات كاربونات الأمونيوم ماشي كده ايه اللي هيحصل عندي أنا بس عايز ازبط الله خلاص كده هيحصل تبادل ايه تبادل مزدود هيظهر معانا هيحصل يبقى يدينا NH4 CL ده كولوريد الأمونيوم وده بيدوب في الماء مش هتدينا راسب زائد CACO3 الراسب ده احنا اتعرضنا له قبل كده ده كاربونات الايه الكالسيوم كاربونات الكالسيوم بيدوب في الأحماض وبيدوب في الماء اللي دايب فيها ساني اكسيد كاربون هو اساسا ما بيدوبش في الماء اه ما بيدوبش في الماء بس مرة عليه ساني اكسيد الكاربون فترة طويلة الفترة طويلة يظهر بي كاربونات الكالسيوم القابل لعملية الزابة يبقى أنا عندي في الحتة دي اوقات بيجي سؤال في الامتحان يقول للطالب علل عند امرار غاز ثاني اكسيد الكاربون في ماء الجير الرائق لفترة قصيرة يتعكر فترة طويلة وعند امراره لفترة طويلة يزول التعكير عمزين معدد فترة طويلة فالطالب يقولك مش موجود عندي معدد فترة طويلة لا موجودة هنا في الجزء الاخير هنا اننا عندي كاربونات الكالسيوم هذه اللي هو الايه الرمض بتاعه CA CO3 هيتفاعل مع ثاني اكسيد الكاربون اللي دايف في الماء H2O كويس هيدين ايه هيدين ايه CA HCO3 الكل كام الكل اتنين المركب ده اسمه ايه B كاربونات الكالسيوم ده بيظهر في صورة محلول عندي دايف في الماء دايف في الماء فبالتالي بيزول الايه التعكير يبقى دي الفترة طويلة طيب التجربة التأكيدية للكالسيوم مع حمز الكابريتي مع حمز الكابريتي برضو بيظهر راسب ببنوء ابيض بس هنا بقى في تجربة جديدة هنقولها بعد التجربة التأكيدية اللي هي الكاشف الجاف كاشف الجاف بلهب بنزن او لهب شديد الحرارة بيظهر اكاتيونات الكالسيوم في صورة ايه اولاد في صورة لون او طيف بتاعه بيظهر الاحمر الطب تعال نتعرف عليها كده مع بعض اه 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 ادي انا اتخيل ان انا عندي ايه ده لهب بنزن ماشي كده ده يسمو لهب ايه لهب بنزن انا بعمل ايه المنطقة غير المضيئ اه اللي هي الحتة دي الجزء اه الجزء اللي غير المضيئ انا بعمل ايه باجيب سلك من البلاتين اغمسه في حمض الهايدروكلوريك المخفف عشان ننظفه اه للتنظيف وبعد كده باخد عينة من الملح على ايه على الايه على السلك ده وعرضوا لهب بنزن في المنطقة الايه في المنطقة الغير مضيئ ايه اللي هيحصل بيتلون اللهب باللون الاحمر الطوبي ليه بيتلون باللون الاحمر الطوبي ده الطيف او اللون اللي صادر من تطائر كاتيونات ايه الكالسيوم احنا اخدنا دراس الاطياف السنة الايه اللي فاتت ان بعض العناصر لما بتعملها الالكترونات بتاعتها تضيك الاطياف المميزة ايه لا فكاتيون الكالسيوم الطيف بتاعه احمر ايه احمر طوب احنا عندنا تقريبا في المنهج ده كله الطيف بس بالكالسيوم فمالصعب ان احنا نحفظه الطيف بالكالسيوم بيظهر نتيجة كشف جاف يعني ممكن اسألك في الامتحان كيف يتم الكشف الجاف عن كلوريد الكالسيوم او عضيف لبقى كربونات امونيوم كشف جاف كشف جاف بيقصد لها بنزين بتعريض ساق مصنوعة من البلاتين بتنظفها بواسطة اتشي سي ال يعني بتعريض ساق ايه من البلاتين مغموسة بملح يحتوي على ايه الكالسيوم هذا الملح جاف بعرضوا لها بنزين في المنطقة غير المضيقة يظهر اللون الاحمر الطوب ولكن التجربة التأكدية الكاتيونات الكالسيوم مع حمد الكابريتيك تشرحها برضو السامنة برضو بجيب محلول كولوريد الكالسيوم وبضف له حمد كابريتيك مركز بيديني حمد الهايدروكليك او كولوريد الهايدروجين زائد راسب ابيض من كابريتات الايه كابريتات الكالسيوم اللي هي راسب لونه راسب لونه ابيض راسب ابيض من كابريتات الكالسيوم لا التحليل الكيميائي بقى للكشف عن الشكوك القاعدية كلها خدنا أربع مجموعات مجموعة أولى وتانية وتالتة وإيه ورابعة عاوزين نلخص بقى في جدول كده بشكوك لحضرتك للمجموعة الأولى والتانية والتالتة والخمسة نعرف فيها الكاشف والراصب والكاتشيونات نحن نعملها كده في شكل جدول أنا بس عايز أشوفها على المونتور عايز نحبط أيها التعليق أنا هعمل إيه جدول كده الجزء الأولان ده كده هكتب هنا المجموعة التحليلية المجموعة إيه التحليلية ماشي كده وبعد دي المجموعة الأولى ودي المجموعة التانية ودي المجموعة التالتة ودي المجموعة الخمسة الطالب يا ريت بس يدوم معايا أنا عايز أكتبه ما هنعاوزين نكتبهم عشان وقتنا بيجري بسرعة ماشي كده دي المجموعة الأولى ودي المجموعة الثانية ودي المجموعة السالسة ودي المجموعة الخامس اول حاجة عايز تعرف ايه عايز تعرف الكاتيونات وبعد الكاتيونات عايز اعرف ايه عايز اعرف الكاشف وبعد الكاشف عايز اعرف هيئة الراسب جميل وبعد كده عايز اعرف اسم الراسب ولونه وبعد كده اكتب المعادلة هلاقي نفسي خط الكاتيونات كلها في ورقة واحدة جميل جدا يبقى هول تاني عشان الطالب يكتب معايا بديه هناخد واحدة واحدة كده عشان وقتنا جيل بسرعة لو المجموعة مثلا التحليلية التانية المجموعة يبقى انا هكشف عن كاتيون مين كاتيون النحاس موجب اتنين جميل المجموعة التحليلية التالتة كاتيون الالمونيوم موجب تلاتة والحديد FE زائد اتنين والحديد FE زائد تلاتة ناخد المجموعة التانية كلها كل اللي موجود والطالب هيطبق الكلام ده على الكل على خيرت الله يبقى انا هاخد المجموعة التانية الكاتيون بتاعها النحاس نميل جدا الكاشف اللي انا هستخدمه كابريتيد هيدروجين في وسط حمضي هيئة الراصب هيبقى كابريتيدات يبقى اهو تمام اسم الراصب هيبقى ايه كابريتيد النحاس لونه ايه اسود وبعدك اكتب المعادل التفاعل يعني دي المجموعة التحليلية ايه انا كده اخدت كل المعلومات بتاعتها عن المجموعة في ايه فورقة واحدة يعني طب مثلا المجموعة الاولى ما عندوش معدلات ليها بس نكتب الايه الكاتيونات بتاعتها المجموعة الاولى الكاتيونات بتاعتها كاتيونات الفضة الاحادية وبعد كده الزئبق الاحادي وبعد كده الرصاص بي بي زائد اتنين السناء حلو او الكاشف بتاعي الكاشف بتاعي حمض الايه الهايدروكلوريك هيئة الراصب عندي على هيئة ايه كولوريدات ده بس اللي مقرر عليك ده اللي مقرر عليك طالب في حدود اللي عندي لو مثلا انا بصيت من غير ما نكتب بقى المجموعة التحليلية ايه الخمسة يبقى الكاشف هيدروكسيد امونيوم اللي هي هيدروكسيد امونيوم هيدروكسيد الامونيوم هيدروكسيد الامونيوم اه هيدروكسيد الامونيوم الكاشف بتاعي هيدروكسيد امونيوم طب لو الخمسة كاربونات امونيوم طب لو التانية لو التانية يعني هي تانية تانية المجموعة التحليلية التانية المجموعة التحليلية اللي هو كابريتيد هيدروجين في وسط حمض حلو اوي المجموعة التحليلية التالتة الكاشف الرئيسي هيدروكسيد الأمونيوم NH4 OH لكن الرواسب الرواسب هيدروكسيدات جميل جدا مع الألمونيوم يظهر لون رواسب أبيض جيلاتيني مع الحديد اتنين رواسب أبيض مخضر مع الحديد تلاتة رواسب بني محمر ربنا يا زيدك أستاذ سامي دايما كده والحمد لله استفدنا كلنا بعلم الأستاذ سامي يا ريت نركز ونحفظ معادلات بعد ما نفهمها نكتبها كويس أو بالعربي وبعدين ترجم معادلاتك اعرف كلام الكاشف إزاي بنشكر طبعا لأستاذ سامي شكركوا على حصن الاستماع إن شاء الله لو لنا عمر يتقابل في حلقات جاية نشوفكوا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر